طيب موضوعنا النهاردة هو Paces and Dimensions طيب If V is an N-dimensional vector space يعني إن دي يعني أي عدد For one dimension, two dimension, three dimensions And if S is a set in V يعني S موجودة قوة A, V With exactly N vectors يعني لو قلنا إن V ثلاثة dimension يبقى S هي كمان ثلاثة dimension أو ثلاثة vector V ثلاثة vector يبقى S ثلاثة vector Then S is a basis for V يبقى إذن أول شرط يجب أن يتحقق N ليكون عدد Vectors متساوي ده أول شرط يجب أن يتحقق خلاص اللغة dimension of vector space is number of vector in its spaces طيب So S is a basis for V If either يعني لو واحد مش ردي يتحقق أقدر أقول إن S دي basis for V إيش ردي؟ لأما S spans V زي إما أخذنا كلمة span أو كده أو S is linearly independent تمام؟ أنا أخذنا في فيديوهات سابقة يعني إيه span ويعني إيه linearly independent فإحنا الأسهل لنا إن إحنا نشتغل على linearly independent ونشوف لو ما تعرفش إزايتها تثبت linearly independent أو S span لل V يبقى آآ بتفرج على الفيديوهات السابقة شرحنا فيها وشرحنا فيها linearly independent ولكن إحنا هنحل النهاردة بالفيديو ده عن طريق linearly independent أوكي وهي إحنا قلنا قبل كده إن لو قلنا الفيكتورز دي K1 V1 Plus K2 V2 Plus K3 V3 هيساوي الفيكتور 0 0 0 If K1 P7 K2 P7 K3 P7 0 يبادر أقول إن V1 V2 V3 So or then V1 V2 V3 are linearly independent أوكي وأخذنا وأخذنا كمان وأخذنا طريقة كده من مجرد النظر وهي بالنسبة linearly independent قلنا لو قلنا determine بتاع الماتريكس A وترى determine ده مش بيساوي السفر يبادر أقول إن V1 V2 V3 linearly independent تمام كده طيب تعال نشوف المسألة بتاعتنا show that the vectors V1 V2 V3 بيكون pieces ل R3 طيب تعال ناخدها كده في ال white border بتاعتنا بيش يبع إحنا هنا عشان نسبة إن the vectors d linearly in the basis for R3 يبعى لازم أن either one of the يتحقق لاما أقول إن هم span لاما أقول إن هم linearly independent والأسهل اللي احنا أعملها linearly independent أسهل يعني يبعى نقول K1 V1 خلاص نعمل هذه keyboard أسرع K1 V1 plus K2 V2 plus K3 V3 equal 0 vector تمام K1 ال V1 نعدينا بكام 1 2 و 1 plus صدق K1 sorry K2 و أضربها V2 2 9 و 0 plus K3 في V3 3 3 and 4 وده بيساوي zero vector طيب أول شرط طبعا إن هم three vectors نحن قلنا r os n بيساوي n صحي كده عندنا هنا r os three وال vectors عندنا one two three n هنا بتساوي كام بتساوي three ده أول حاجة يعني بمجرد النظر بمجرد النظر لو دي مثلا r os three و V1 و عندك أربعة vectors يبعى إذن ده مش هتحقق شرط الباسس بمجرد النظر يبعى لازم عدد ال vectors تكون بتساوي n r os n لو عندك ثلاثة vectors يبعى إني هنا بثلاثة لو عندك أربعة vectors يبعى إني هنا باربعة ماشي تمام نبدأ نكون الماتريكس باعتنا و عندنا 1 2 1 ثم 2 هل عنا الأول واحدة لمعامل key 1 معامل key 2 معامل key 3 ولا عيس تحط 0 key مش عيس تحطه برضو كيش مش مشكلة معامل key 1 هو 1 2 1 ثم عندينا key 2 2 9 0 ثم key 3 لوا 3 3 4 و دا الور P قبل من نحل الماتريكس دي تمام نشوف ال determine الأول دي متريكس A A D A دي متريكس A دي دي determine of A نشوف الأول determine of A لو مش بيساوي السفر يبقى قدر نقول linear A independent تعالنا نشوفها كده على الموقع تمام نشوف مع بعض نحسب كده determine بتاع الماتريكس طبع determine هنا مش بيساوي السفر فعلا يبقى اذا كده انا قبل محل عرفت ان ان فعلا V1 و V2 V3 هعملوا basis ل R3 اوكي و في نفس الوقت هم linear independent تمام كده تمام يعني K1 و K2 و K3 في الاخر لازم يطلعوا به بزيرو يبقى انا كده عرفت قبل محل انا بعمله يبقى انا عايز احول بقى ايه اعمل diagonal matrix و كل ده يبقى 0s خلاص يبقى ال diagonal لازم ان تكون بواحد والبقى كله ايه صفار بعض الشكل بحيث انك واحد وديك اتنين وديك اتنين وديك اتلاتة هتساوي 0 0 0 تعطي ال B فهم نحنا كده عايزين نوصل ليه طيب بزيرو فلاص ونغative ر1 plus r3 بحيث D 0 طيب عن ردنا بحيث بحيث يكمل negative 2 R1 negative 4 وان دينة 9 تبا 5 ثم negative 2 R1 negative 1 plus R3 يبا ازا negative R1 يبا هنا ديبا minus 2 سوما negative 2 R1 هتبا negative 6 ومعانا 3 يبا negative 3 وعندنا negative R1 تبا negative 3 ومعانا 4 يبا 1 نكمل انا هامسح دي طبعا وفوت انت تعمل ماتريكس جديدة وتعمل الى اوبراشن جديدة بس هنا عشان بس يبا نركزين في ماتريكس واحدة طيب لو جماعت لو جماعت هتنين دولها صفر ده ولكن ده هيرجع تاني واحد ممكن طيب يبقى الافضل احنا نجيب الواحد عن طريق ان احنا R2 هنقسمها على ايه على خمس هتبقى دي واحد ودي دي ادعي على خمس تمام كده اوكي ثم جبنا الواحد بتاعنا نقدر بنطير نحول اللي فوقيه واللي تحتيه صفار بكون لبساطة تمام يبقى نعمل ايه اتنين R 2 plus R3 ثم negative 2 R2 plus R1 طبعا الناتج هنا يبقى في R3 الناتج هنا في R1 ناخد اولا حدث 2R2 2R2 plus R3 اذا نتوف 1 باتنين ناقص اتنين دي بقت 0 و2 في 3 على خمس مينس 3 على خمسة زايد 1 يبقى دي هتبقى كام هتبقى سالب 1 على خمسة ثم negative 2R2 plus R1 والناتج في R1 يبقى دي بقى صفر غير ألوان يبقى دي بقى صفر ثم negative 2R2 plus R1 والناتج في R1 هاي بديها بارعا 21 على خمسة 21 على خمسة طبعا نخلي ده نحوله نخلي واحد سهل بكل بساطة هنضرب الصفة الثالث في negative 5 هنضرب الصفة الثالث في negative 5 يبقى negative 5 R3 هاي بدي بقت ايه بقت 1 تمام بس تدرب بس تدرب بعد صفر ده وتصفر التاني كل بساطة خالص نقدر نقول الات دي minus 3 على 5 يبقى 21 على 5 R3 والناتج فين في R1 زاد يعني R1 يبقى الناتج فين في R1 بس طبعا فيه اصفار هنا فوق وتحت فمش تتأثر تقاما عملت الاصفار دي والاصفار اللي تحت يبقى بكل بساطة اقول ايه تقات على الخمسة R3 زاد R2 بقت دي بقت ايه 0 ثم minus 21 على الخمسة R3 plus R1 تبقى دي كمان بقت 0 فعلا system زاد ما احنا شايفين حقق الشرط بتاعنا لو K1 هتساوي K2 هتساوي K3 هتساوي 0 يبا ازا نقدر نقول ان V1 V2 V3 are linearly independent and ويتاني وباسيس كمان او form abasis for R3 الاص and form abasis for R3 تمام كده بس ده كان موضوع كل بساطي يبا احنا عارفين من الاول اساسا ان هما linearly independent كل هيختلف معاك تعمل ده الاول تعمل ده اللي بعد المهم انت عارف ان هما عن طريق determine عارف ان هما linearly independent تمام بس بتحل بقى وبتوصل لصيغة الدياغنال دي بواحد وبالتالي وصل معاك ان في صفار تمام وبالتالي K1 هتسا كوتي اكت K3 يبزن V1 V2 3 linearly independent and form abasis for R3 تمام كده نشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر وفكرة اخر